اهلا بكم في النشرة الاقتصادية في ظل التوجيهات الرشيدة لحكومة مملكة البحرين بشأن تغيير موقع خزانات وقود طائرات من عراد إلى مطار البحرين الدولي قامت شركة مطار البحرين بتوقيع اتفاقية مع الشركة القابضة للنفط والغازة تقوم بموجبها بانشاء شركة بملكية مشتركة بنسبة 50% لكل طرف وبناء على هذه الاتفاقية سيقوم كل من الطرفين بتشغيل وإدارة والإشراف على تصميم وبناء مستودع جديد لوقود طائرات وتوسيع شبكة توزيع الوقود ويهدف هذا المشروع إلى خفض تكلفة تشغيلية لشركات طيران ورفع المستوى التنفسي لمطار البحرين الدولي ومن المقرر أن يكتمل المشروع في غضون 24 إلى 30 شهر طبعاً هذه شراكة بين شركتين حكوميتين مملكة من الدولة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بحيث أن يكون عملية تزويد الوقود للطائرات كلها تكون في مطار البحرين هذه يشمل الإنشاء أيضاً عالة هيكلة كاملة لعملية تزويد الوقود في مطار البحرين بتروح تكون أكثر شفافية حق الشركات الطيران ونفس الشيح حق الشركات المناولة اللي تشتغل في تزويد الشركات بالطائرة والشركة اللي بتستثمر هذه الحكومية في هذه الانشاءات أعلن سعادة المهندس كامل بن أحمد وزير المواصلة والاتصالات عن التعاقد مع المقاول الرئيسي لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً ومئة مليون دولار تشمل العقود الفرعية حيث تضمن الحفل توقيع خمس اتفاقيات لتطوير مشروع مطار البحرين الدولي وشملت تشييد مبنى مستقل للمسافرين إضافة إلى 24 بوابة متصلة بالأبرج الهوائية وبناء جسور هوائية وتوفير أحدث الأجهزة الأمنية وتوقع وزير المواصلة الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بحلول منتصف عام 2019 والذي سيكون قادراً على استيعاب 16 مليون مسافر كما وقع وزير المواصلة والاتصالات عدداً من الاتفاقيات للخدمات الجوية ومذكرة التفاهم بين مملكة البحرين وبعض الدول الشقيقة والصديقة وتشمل هذه الاتفاقيات في مجملها على أحدث المواد الموصبها مؤخراً من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والتي تنظم الخدمات الجوية بين المملكة مع الدول الصديقة كما تضمنت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مجملها مزايا إيجابية لصالح النقلات الوطنية لكل طرف كتوفير حقوق النقل الجوي التي تنظم الإطار التشغيلي لشركات الطيران المعنية وفق هذه الاتفاقيات تلتها توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية الشقيقة التي وقعها من الجانب البحريني أحمد النعمة القائم بأعمال وكير شؤون الطيران المدني ومن الجانب المصري الطيار محمود طه الزناتي رئيس السلطة الطيران المدني المصري أكد رئيس السلامة والعمليات الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتحاد النقل الجوي الدولي جهاد الفقير ريادة مملكة البحرين في اتباع أفضل الممارسات الخاصة بضمان سلامة العمليات الجوية جاء ذلك على هامش استضافة معرض البحرين الدولي للطيران لندوة اتحاد النقل الجوي الدولي الأيات حول برنامج سلامة الجديد لطائرات صغيرة وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقد أكد جهاد الفقير أن محيار السلام الجديد سيساهم في ازدهار أعمال مشغل الطائرة الصغيرة مع نمو السوق لافتا أن هذه الندوة تمثل فرصة مميزة للتعرف على البرنامج سجل معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته الرابعة قصة نجاح جديدة في رصيد المملكة المتخم بالإنجازات في صناعة الملاحة الجوية التفاصيل في التقرير التالي 9 مليارات دولار 40 ألف زائر وأكثر من 140 شركات حول العالم في مكان واحد حصيلة معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته الرابعة حدث عالمي الطراز استطاع في فترة وجيزة أن يعزز مكانة البحرين كبوابة محورية لمنطقة الشرق الأوسط للملاحة الجوية لا يوجد شك أن معرض البحرين الدولي الرابع في نسخته الرابعة أكبر وأفضل من أي معرض آخر سواء كان في الحضور في نوعية الحضور في إعداد الوفود في إعداد الشركات وعلى قيمة الصفقات نعتقد أننا وصلنا إلى تقريبا أكثر من 9 بليون دولار قيمة الصفقات والحمد لله هذا الجهد كله من قبل عمل كبير خلال سنتين سواء كان من لجنة تنظيمية برأس السمو الشيخ عبدالله بن حمد أو الأخوان مطار البحرين الدولي كان أحد المستفيدين الأبرز من إقامة معرض الطيران بالإعلان عن اتفاقيات مشروع التوسعة الأكبر في تاريخه بكلفة إجمالية تفوق المليار دولار بغية تحقيق هدف المملكة في تشييد بوابة حديثة على العالم مزودة بأحدث التقنيات لتسهيل عبور 14 مليون مسافر سنويا لا شك أننا لكل معرض هناك مردود مباشر وغير مباشر للاقتصاد الوطني مثل ما تعرفون خلال الصفخات كبيرة وعدد زوار والعارضين للجو البحرين طبعا كثير أكثر من نسخ الثانية قدرنا الله وفقنا الحمد لله نستقبل عدد كبير من شقيقة من أمريكا العربية والسعودية أمس في منطقة الجمهور كان حوالي هناك 12 ألف شخص من عوائل جايين من السعودية حتى من الكويت باحتضانها لأعمال أحد أسرع معارض الطيران تطورا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استطاع معارض البحرين الدولي للطيران أن يكون بيئة جاذبة للأعمال ومحورا لوجستيا في المنطقة واضعا للمملكة موطئ قدم قوي على الخارطة العالمية في المجال الاستثماري والترويجي اشتركوا في القناة